اشتركوا في القناة اربعة مع اسموحة اربعة مع الاسماعيلي خمسة على الزمالك اربعة على المقصة يعني الحمد لله الارقام مميزة نقدر نقول كمان الاهل النهاردة في الانطلاقة القوية في اول تمن ماتشاط بتفقنا بالانطلاقة اللي كانت موجودة في اول دوري للاهل مع السويسري رينيف فيلر اللي قدر يفوز بالدوري بالفارق شاسع من النقاط عن اقرب المنافسين وقتها كان بيرامدز والزمالك في اول تمن مباريات ثلاثة او اتنين وعشرين نقطة من اصل اربعة وعشرين نقطة لكن الفكرة انك مش بتكسب وبتجمع نقطة بس لدى انت عامل ارقام مميزة انت بتكسب فرقة في الدوري بالاربعة وبالخمسة وبعدين النتاج دي مش محليا فقط لدى انت كمان بتكسب الهلال السعودي في كأس العالم للاندية اربعة ربانا يكرم يا رب ان شاء الله احنا عندنا مبارات ساندوز نقدر نعمل كمان نتيجة وسكور كويس بإذن الله لكن المهم السلسة نقاط دي جزئية الجزئية التانية من قدامكم اللي بيحرز الاهداف اللاعب المزنبيقي لويس ميكي سوني هل احنا اعلى الكلام شوية ببقى ان الاهل مبارات كسب اربعة سفر وفي حصيلة الاهداف فيها دافيل لويس ميكي سوني ولا اعنا اتعامل بموضوعية في اللحظة اللي احنا فيها واخنا لازم نبقى حاجة من الاتنين يعني عالي السافي قوي يا اما نحبط الناس قوي لان الميديا بشكل عاملة ما بتتكلم على اداء الاهل ونتائج الاهل وحتى كمان صفقات الاهل مش بتتكلم على الايجابيات لا دا بتتكلم دايما في سلبيات مين جاي دايما كده مع الاهل مش ظاهر مين الصفقة اللي ممكن بتلعب مع الاهل ونتائجها او اداءها مش واضح كان دايما الكلام على لويس ميكي سوني انبارح بعد الاداء اللي ظهر بيه لويس ميكي سوني رد الناس ايه على الكمال اللي كان بتايما عايزة تركب الترند على حساب اداء ونتائج الاهل ومشوار الاهل الناجح في الفترة الاخيرة يعني دائما كانت بعض الناس تقولك إيه لازم الأندية اللي بتجيب صفقاتهم بتستفيدش بها تحاسب بالأندية لازم الأندية تتحاسب على الصفقات دي إزاي الدفع مبالغ طائلة في لعيبة ما بنشوفش منها أي انتك في المباريات إزاي تيجي لعيبة دون المستوى هو احنا في شهر 8 هو الموسم خلص ده احنا لسه بنقول يا هادي في أول 8-9 ما تشطف الدوري ده لسه باقي ما يقرب من حوالي 26 أسبوع في الدوري هو الدوري خلص عشان نقيم الصفقة اللي جات هل بطولة أفريقيا خلصت ده القالي لما دخل منافسات الفترة الأخيرة خاد البرونزية في كاس عالم أندية لعب القوام اللي كان محتاجه في الفترة دي وفيه لعيبة ممكن تكون محتاجة تأقلم هاديكم مثال مع الفرق الشاسع طبعا فيه الأمثلة هل ميسي مع برشلونا هو ميسي مع باريس سان جرمان هل كريستيانو رونالدو لما كان موجود في ريال مدريد هو كريستيانو لما كان بيلعب في اليوفينتوس أو حتى حلال مع المان يونايتد فيها جماعة حاجة اسمها تأقلم ولاعب ممكن بيتكلم لغة أو طبيعة الدور اللي بيلعب فيه ما كانش بنفس الطبيعة الدور اللي كان بيلعب فيه قبل كده لما كان لعب في دور جنوب إفريقيا أو لعب في الدور التنزاني ده لسه بدري على الانتقالات اللي لسه تبقى في شهر سبعة وشهر تمانية الجاي ده لسه الدور أصلا بتقول مبدئيا هيخلص روحة وثلاثين تمانية يعني أصلا القيد لو اتفتح ممكن يبقى في تسعة ولا في عشرة هو حد عارف من النهاردة البكرة إيه اللي هيحصل أكبر دليل على كده التقييم الغير موضوعي ليه لويس ميكي سوني ولسه لويس ميكي سوني بقدمش كل حاجة عنده هو انبارح تقلق والظروف سمحت له أن يظهر إمكانياته في مباراة المقصة ممكن تيجي مباراة سوندونز تلاقي بيتس وموسمينش بيعتمد عليه أكل التقييم بتاعك ودايما تقييم على مرحلة تقييم على موسم مش تقييم بالقطعة طبعا البعض مش عايز يقيم بشكل موضوع لأنه عايز يركب الترند وممكن يكون البعض عنده حسابات خاصة فيقولك حاسب النادي على الصفقة دي إزاي يدفع فلوس في لاعب زي ده إزاي يجي لعيب دون المستوى المقصة البعض طبعا حب يعني يظهر إنه هو ما كانش غرضه الانتقاد لمجرد الانتقاد فقالك أنا بعتذر عن انتقاد لو اسمي كسوني أو انتقاد الآلف الصفقة اللي ضمها لكن احنا بنقول من دلوقتي لسه المشوار طويل وحتى تقييمنا للعيبة لسه الموسم طويل حسيني الشحات النهاردة ممكن يكون ظاهر بشكل كويس المباراة القادمة مش موفق لكن في النهاية فيه إنكانيات للعيب انت بتصق فيه وعندك القدرة إنك بتدينه مطشاط عارف إنه هو هينتج لك ويديك مطشاط ويديك نتائج كويسة في الفترة اللي جاية هي الفكرة بالنسبة لنا إن البعض عايز يركب الترند لكن في نفس الوقت تقييمه هنا ما بيقاش تقييم موضوع لإنه مش تقييم بمرحلة كاملة لأ تقييم بالقطعة وعايز يركب الترند فأيه يقول لك اسم النادي الأهلي دايما جمهور الأهلي بحريص إنه هو يسمع ويشوف أي حاجة بتالع الأهلي فاتكلم في القصة دي جيم بريح ميكوسوني رد على الكل رد منطقي ومش هقول رد طبيعي ده رد منطقي لكن في نفس الوقت اسحب بقى المنشتات الأهلي يسعى لأعارف ميكوسوني ومن بدته بقالي وبادجي اسحب بقى المنشتات دي وبستعد بمنشت جديد في السوشيال ميديا لفترة جاية لأن الفترة الجاية أعتقد يعني حتى نتائج بيتسو مسلماني مع الأهلي خلت البعض كمان اللي كان بيحاول يصدر صورة معينة إن الرجل ده حتى في علم التدريب بيعمل حاجات مش منطقية الرجل يمبرح رد على الناس وقال مين اللي بيكلمنا على الأجازات أجازات إيه اللي انتوا بتسألوني عليها اللي أنا إزاي بدر لعيبة راحة 12 يوم أو الديوم راحة يومين 3 بعد العودة من السودان وعندنا مطشي مع مصر مقصد ده طبيعي جدا انتوا بتتعاملوا مع لعيبة يعني عبارة عن بشر عندهم أسر ومصم طويل وهو هي تكتش كمدرب قدرة مني ومن أي حد بيتكلم في جزئية لا تخصني أنا في النهاية تقييمي ليه في الملعب تقييمي ليه بناء على نتائج تقييمي ليه في نهاية السنة حقق إيه ومحققاش إيه الرجل اللي غادت دلوقتي نسبة نجاحه مع الأهلي تتخطى التسعين في المية تتخطى التسعين في المية تقييمي ليه عشان إدى أجازة يومين بعد العودة من السودان ما أنت عندك مطش كان يوم الثلاث وعندك مطش يوم للسدت اللي جاي وعندك مطش يوم اللي اتنين ولا يوم الثلاث في اسكندرية وهترجع عندك مطش يوم السدت مع المريخ السوداني وبعدها عندك ده أنت عندك مطشات كتير احنا الموضوع ده طرحنا من أسبوعين والناس كلها بيترددوا دلوقتي فالطبيعة لما يرجع من السودان يدي يومين أجازة يدي يومين ويدي تلاتة ولكن المطش اللي أربع كممكن يدي تلاتة يام أجازة وفي النهاية هو عمل تمرينة واحدة والتمرينة ليلة المبارات بها تمرينة خفيفة دخل بها معسكر شفنا الأداء مبارح